الكل بيفكر لما نقول بوتوكس رايح أعمل إبرة بوتوكس يعني رايح أعمل إبرة بوتوكس لشد وجه أو لظبت وجه أو ما إلى هناك من موضوع ولكن اتفجأنا بالكم الهائل من الإيجيبيات العلاجية للبوتوكس يعني بالصدفة شفت بعض الفيديوهات اتفجأت ولما سألتك أنه هادي علاجتيهم بالبوتوكس إلتي لي إيه هيدا علاجهم البوتوكس مثلا في حالة اليد هلأ اللي شفناها من شوي وهلأ كمان هذا الرجل اللي كان عنده حركات غير إيرادية وما بيقدر يستعمل إيده وإجره بشكل طبيعي بعد علاجه بالبوتوكس شفناه كيف صار كان في صبي يمكن ولد صغير كان عنده مشكل بالكتابة ما بيقدر يلقط الألم لأنه أصبعه وبيعمل فيه حركة لا إيرادية هيدا هو ما بيقدر يوقف الحركة إلا ما يلقطه بإيده كمان بعد علاجه بالبوتوكس قدر عم نشوف هذه السيدة اللي كان عنده مشكلة كمان بتمة ما بتقدر تفتح تمة ما بتقدر تنطق بشكل سليم كمان كان علاجه بالبوتوكس وشفنا حالات كثيرة يمكن ما بعرف كمان إذا بلشتوا بالباركنسون تدخلوا هذا العلاج لعلاج مرضى الباركنسون تفضلي أنا عم بسمعك خبريني شو ممكن تقدروا تعالجوا بالبوتوكس أوكي أول شي هو البوتوكس الناس بتتغلبط بينه وبين الفيلرز الفيلرز هي الأشياء اللي بتنفخ يلي بتستعمل فقط للتجميل يعني بيحقنوا مادة بتاخد حجم وبالتالي بيصير في تنفيخ بالواجبتستعمل بس للتجميل أما البوتوكس هي ما بتنفخ لأن الناس بقولوا رايحين نعم البوتوكس مثلا لشفابنا مثل كأنه بدون ينفخوا شفابنا لأ البوتوكس هي مادة بترحي العضل أول ما تم استخراجها واستعمالها كانت لأهداف طبية وأول FDA approval أخدتها يعني أول موافقة من إدارة الأدوية والتغذية الأمريكية كانت لعلاج الحوال ولعلاج مرض اسمه البلافروسبازم يعني يلي بيصير فيه شد عضلة بالعيون الناس بتصير تغمد عيونها خاصة عند التعرض للضو أو شد عضلة بالوج وبيصير الوجه يشد على فرد ميل مع تسكير بالعين فكان الأول FDA approval هو لهيدا الأسباب الطبية ومن بعدها بسمة الألفين أخد FDA approval للسيربيكل ديستونيا يعني مثل هيدا الشاب يلي كاننا شايفين إيده ورقبه كانت مشنجة هلأ عم نشوفه على جنبك على الشاشة هيدا شخص أسترالي إذا لعندكن تعالج بالبوتوكس كان بالأول يمشي بهذه الطريقة وكانت إيده بهذه الطريقة كانت إيده شادة نعم ورقبته كانت مشنجة على فرد ميل فكان عنده سيربيكل ديستونيا وكان عنده بإيده كمان ديستونيا ديستونيا يعني شد عضلة وبالتالي بس علاج نين إحنا بالبوتوكس قدر أنه يحرك رقبته يمين شمال قدر أنه يحلق دقنه كان هون عم يخبرنا أنه قدر يحكي نحنا حافظنا على البرايفسي طبعه وفشلنا الصوت والوجه فمثل ما كده عم بقلك أنه أخذ الـ FDA بسنة الألفين لسيربيكل ديستونيا ولسنة الألفين واثنين لأخذ الـ FDA بالنسبة للتجميل ومن هونيك كرية المسبحة يعني صار في كتير استعمالات غير تجميلية للبوتوكس بذكر منا الكرونيك مايجرين مثلا كتير من الناس عندهم داع الشقيقة صداع بيجي نصفة تلعي نفسهم فإذا كانت هيدا الصداع بيجي بشكل متكرر ومع بيجاوب على الأدوية العادية كنا نعمل حقن بالبوتوكس بيخفف عدد أيام وجع الراس وبيخفف قوية وجع الراس وكمانا بيستعمل البوتوكس مثلا للناس اللي بتتعرق تحت الباط أو بيتعرقوا إيديا لما بيكونوا سترس بيستعمل للناس اللي بيلحقن بالموّل هاي السيدي بس دكتورة دكتورة هاي السيدي شو حالتها؟ أوكي هاي السيدي عندها بريكسيزم أو كمانا الحالة القصوى منها من سامية جو كلوزر دستونيا يعني بيطبق تمة من كدرة الكاز والشد العضلة لعضلات الكاز بشكل إنه ضلت أشهر ما بتقدر تفتح تمة وكان يتقن تاكل وتشرب بالشالمون يعني قصص بس هي سوائل ما قدر تاكل يعني ما كانت تقدر تحكي لأنه دايماً في عنا بعض حالات كتير رح نحكي عنا بعد البوتوكس دكتور في عندي بعض حالات كتير رح أحكي عنا ولكن حالياً نتوقف مع فاصل صغير وبرجع لك خلوكم معنا بنحييكون من جديد بنتابع مع دكتورة حنين هلال خصائية الجهاز العصبي عم نحكي عن البوتوكس الطبي أداء له فوائد لأمور ما كنا بنعرف نحن بالأول فيها كنا نفكرين البوتوكس بس للتجميل ولكن بعد اللي شفناه بالفعل عم بيعمل أمور هائلة مثل هيدا المريض هيدا المريضة هيدا المريضة كان عندها دستونيا بأصبع يعني شاد عضلة بالأصبع وبالتالي هي ما كان فيها أبداً تكتب يعني حتى بنشوف هون عم تحاول ترسم دائرة كتير صعبة كانت الكتابة ولا حتى الرسم هيدا بعد البوتوكس صارت هيك صح صارت تقدر أن تكتب بشكل مستقيم وأصبع إيدا قدرت تتحكم فيه بالشكل أنه بطل عم بيرج لحاله هون بنشوف الدائرة كيف صالت من بعد العلاج بالبوتوكس هيدا الموضوع يعني عرفنا أنه للميغرين لأمور كتير بيعالج بس أنا بدي أكد أنه الدكتورة هلال هي مش حكيمة تجميل يعني هي منى طبيبة تجميل هي طبيبة أخصائية لهذه العصبي نورولوك وبتعالج باركنسون كمان بس ما بعرف إذا البوتوكس بيفيد بحالة الباركنسون بالباركنسون جميلاً نستعمله للريلة الزايدة يعني في بعض المرضى بالباركنسون بيصير عندهم شوية تريل زايد وبينزل للريلة نعم ممكن أنه نحط البوتوكس بالغداد اللعبية وبالتالي منخفف من اللعاب وكمان إذا كان عندهم حركات لا إرادية كمان ديستونية أو حركة لا إرادية سمتايمز إذا كانت بس واحدة فينا أنعالجها كمان بالبوتوكس السؤال اللي احنا بالتجميل بيقولوا أنه البوتوكس بعد خمس ستة شهر بدكن ترجعوا تعملوه لأنه بروح مفعوله وبيرجع الوجه متل مكان بالعلاج هيدا العلاج الطبي كمان بعد خمس ستة شهر بده يرجع المريض يعاود حقن البوتوكس ولا خلاص لما ينعمل مرة بيمشي الحال لا هو كمان بروح مفعوله لأن البوتوكس عادة في قلو أمد حيات يلي هي بين 3 إلى 4 شهر عادة لما يصير يعمل المريض بشكل متكرر العضلة هي بحث ذاتها بتصير تضعف مثل أي عضلة أنت بتمنعها عن الحركة بتصير تضعف وبالتالي ممكن أحيان أنه يصير في وقت زمني أطول بين العلاج والعلاج الثاني